على الرغم من الاعتراضات على نتائجها أشاد مجلس الأمن الدولي بإسير العملية الانتخابية داعيا إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي فيما حث المعترضين على انتهاج الطرق السلمية لحل الخلافات الانتخابية رافضا كل مظاهر الترهيب والتهديد التي أطلقت ضد مفوضية الانتخابات وبعثة يونامي في العراق تهنية وترحيب وإشادة من قبل مجلس الأمن الدولي لحكومة وشعب العراق ومفوضية الانتخابات لما أفرزته تقاريرها الأولية التي تحدثت عن سلاسة سيرها مقارنة بجميع العمليات الانتخابية السابقة خصوصا في إجراءاتها الفنية والتحضيرية ومنع العنف فيها كما دعا مجلس الأمن في الوقت نفسه إلى تشكيل حكومة شاملة وحل جميع الخلافات الانتخابية ضمن الأطر الدستورية هي رسالة أخرى تقول بأن هناك شرعية تمنح لهذا النظام في الوقت الحالي النظام السياسي الحالي على اعتبار بأن هناك قوى يمكن أن تتعامل معها المنظمة الأممية المتحدة والمجتمع الدولي يمكن أن تصل للسلطة مقابل التحديات الأخرى التي يمكن أن تشكلها القوى الخاسرة في الانتخابات إلا أن النتائج الأولية للانتخابات لم ترضي طموحات العديد من القوى السياسية التي خسرت كثير من مقاعدها الأمر الذي دفع عددا منها إلى التشكيك بنزاهة مفوضية الانتخابات والتهديد بالعنف ضد بعتة الأمم المتحدة يونامي وموظف المفوضية كل ذلك دعا مجلس الأمن للعرابي عن أسفه الشديد إزاء تلك التهديدات مجددا دعمه والتزامه لسيادة العراق وتحقيق إصلاحات جادة وتجيع الحوار الشامل ما هو حديث عن تزوير الأمر معني بقبل الانتخابات والذي يزور بصراحة ليس المفوضية وكوادر الأحزاب السياسية صمموا نظام انتخابي على أهواهم وهذا أمر قانون بالنتيجة سلطة تشريعية مسؤولة عنه الأمر الثاني هو شراء أصوات أجهزة الأمنية الحكومية والمفوضية مسؤولين عنه حتى بعد الانتخاب ترقب وانتظار بتصفير جميع الشكاوة بالطعون الانتخابية ثم تصديقها من قبل المحكمة الاتحادية لتشرع بعد ذلك الكتر السياسية الفائزة لبدء تحالفاتها الفعلية لتشكيل الحكومة الجديدة المقبلة عدم مجلس الأمن الانتخابات العراقية الحالية الأفضل من سابقاتها لسلاسة إجرائها في وقت تنتظر القوى السياسية المصادقة عليها للشروع بتحالفاتها القادمة مناربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة